واحد برضو عايزين نصلط عليه الضوء واحد من نجوم البطولة من اكتشافات البطولة اللي كنا هنا في الأشبال دايما بنتكلم عنه وبنصلط عنه الضوء وهو لسه ولد صغير عنده 17 سنة دلوقتي ما شاء الله هو موري 99 عنده 22 سنة محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم اللي احنا بنشوفه بيقدم مستويات اكثر من رائعة تحس انه هو مدافع دولي بيلعب منذ سنوات طويلة محمد عبد المنعم اللي بيلعب بسيقة كبيرة جدا وعنده شخصية النادي الاهلي والشخصية اللي تعلمها في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي واحنا هنا كنا بنستضيف وهو ولد صغير كان يقول طموحي ألعب في النادي الاهلي طموحي ان انا ألعب في منتخب مصر وكنا دايما بنراهن عليه بنبارك طبعا ليه عودته مرة اخرى لبيته والنادي الاهلي بعد المستوى الاكثر من رائع وزا ما احنا شايفينه ما ابتداش البطولة من البدايتها لكن لما كان متواجد في مباراة السودان بيسجل هدف وهو دايما كان مميز في الكرات العرضية واحنا بنزيع الماتشاط هنا على قناة الاهلي وهو لسه في قطاع الناشئين كان مميز فيها طلع بيها مع المنتخب الاول وبرضه بيسجل في السودان وشوفنا برضه في منتخب المغرب او لقاء المغرب وهو كرة عرضية مرموش وهو بيعملها في المرمة ومحمد صلاح بيكملها محمد عبد المنعم بنبارك له عودته مرة اخرى للنادي الاهلي مكسب كبير واضافة كبيرة بنشكر ادارة فيوتشر على التعاون ما بينها وبين ادارة النادي الاهلي